حركة غير مسبقة تشهدها أسواق العاصمة عشية العيد حيث عرفت الأخيرة إقبالاً كبيراً على التسوق من قبل المواطنين يحدث هذا في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار مختلف المواد الأساسية والخضار والفواكه نهيك عن سوء التنظيم الذي يسودها فوضاء عارمة مش يملحها الدولة مش يملحها للشعب السوق هذا تعباجها راح من بكله هو كاين فوضاء عارمة وانا نحب السوق هذا نجيش لي منه وديل على ذلك هاو الخبز هاو الخبز اللي لا باقر عليه أحبته حتى تشوفوا الخبز لا باقر والسعر يرتفع طريق زومبر القراءة تكون بالفين تولي بعشرين فأي حاجة سلاثة متهضرش عليها زوال المهم مراقبة مكاس هذه هي هذه حركة الأسواق كل عيد هكذا الأسعار مرتفعة الشعب مسكين يكل من بعضه هو يكل في بعضه والمراقبة مكاس الباعة من جهتهم وصفوا تحصر المواطنين بالأمر الطبيعي باعتبار سيناريو التهاب الأسعار يتكرروا مع حلول كل مناسبة يتكرروا مع حلول كل مناسبة مع بداية العد تنزول لاستقبال هذه المناسبة يطرأ على الأسعار تغييرات لتخرج عن نطاق المضاربة والتحكم في الأسواق بالشكل الذي يجني من ورائه الباعة والتجار أموالا كبيرة حتى وإن كان ذلك قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن في ظل غياب الرقابة ترجمة نانسي قنقر